يواصل النظام التركي سياسته القمعية الممنهجة ضد المعارضة وأفاد تقرير دولي بأن سياسات أردوغان لا تقتصر على المعارضة في الداخل بل وصل التنكيل إلى الاعتقال والتجسس بل وقتل من يعارض أردوغان خارج البلاد قمع للحرية في الداخل وقرائم ممنهجة في الخارج هذا هو حال السياسة التركية خلال فترة تولي رجب طيب أردوغان الحكم والتي زادت وطيرتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 ممارسة القمع الممنهج خارج حدودها جريمة جديدة تضاف لسجل تركيا الحافل بالجرائم لتحتل أنقرة صدارة الدول التي تلجأ إلى ممارسة القمع خارج حدودها بشكل منهجي بحسب تقرير منظمة فريدام هاوس التقرير ذكر أن تركيا تلجأ إلى أدوات عدة من بينها مضايقات وتهديدات جسدية لملاحقة معارضين ونشطاء في المنفى للتمكن من ترحيلهم أو توقيفهم إذا كانوا يحملون صفة لاجئين التقرير أوضح أيضا أن جرائم تركيا المرتكبة تمثلت في جرائم القتل بالإضافة لفرض قيود على جوازات السفر وإلغائها للسيطرة على حركة المواطنين في الخارج ومضايقتهم على شبكة الإنترنت باستخدام برامج تجسس لرصدهم وتهديد أفراد أسرهم جرائم النظام التركي في الخارج تضاف إلى سجل حافل بالقمع الممنهج في الداخل حيث سجن نظام أردغان خلال السنوات الأخيرة أكثر من ثمانين ألف مواطن تركي وطرد أكثر من مائة وثلاثين ألف من وظائفهم كما أحال حسابات سبعة آلاف معارض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء موسيقى